شلين عايزة أعرف منك أنتو إزاي بدأتوا تعملوا عملية التوسع في نشر الوعي أو المعرفة يعني عايزة أعرف الفريق بتاعك وكان عبر عن مين كنتو كان في المية كان عندهم مشكلة كان في المية كان فيهم أطباء وكان في المية شخصيات عامة بتنشر الفكرة احنا التيم بتاعنا في فيكس خمس أشخاص أنا وشادي لوقة ده البورتنر بتاعي والأونر بتاع الستوديو كارين أي من الميك أب أورد ديركتر هاي دي علاء ميك أب أورتست ورفيق تربوي الجافيك ديزاين معي زينا باسم ساعدتني في الريسيرتش وكان بتكتب معي وبتزبط معي الكلام قبل من نرجعها للطبيب النفسي زينا تطلع معينا في حكتين بوردن لان وباي فولر وأصرنا أن هي تعمل حكتين عشان هي من كتر ما هي قرت معي حاسة أن دي أكتر حاجة تعرف توصلها بزيتنا هي بتتعامل معي كتير كويس قالت لي أنا هعرف طلع على اللي أنت حست بي وهي فعلا عملت ده يعني زينا عرفة تطلع ده استخدمتوا اللغة العربية كويس ساعدوني فيها بصراحة كان فيه مساعدات من أهلي في اللغة العربية كتير يعني أنت استفدت برضو في شقة تاني استفدت جامد قوي بصراحة والموثلين اللي معايا كلهم كانوا عايزين يوصلوا مسج من ملك زاهر فرح الزاهد حسن مالك رؤى كلهم كانوا حاسين قوي بالدسؤدرز فعايزين يوصلوه هما عندهمش حاجة هما في حال يوصلوا مسج للناس عشان يساعدوهم كان معايا ثلاثة كترة دكتور دينا ودكتور إنجي ودكتور ندين هما كانوا بيساعدوني في الكلام وبينقل صغور مع بعض وكان معايا ما يلغيتي هي مسمومة استيلة هي بتجري السايكولوجي في AOC فكان بتساعدني في تنقية من أقدر حد على توسيل الرسالة؟ الشخص اللي كان عنده أزمة؟ ولا الشخص المتعاطف وحابب يستغل مهاراته التمثيلية عشان يقول فيه مشكلة؟ من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري إن هم المماثلين هيرفوا أي يوصلوا إن هم متعودين ده شخلهم هيرفوا يوصلوا غير طبعا لو حد عنده التراب هيرف يوصلوا بس أنا كواحدة عندي بوردر لاين أنا صعب أطلع قدام كاميرا أقدر أو أصل لجواي أنا أعطلع أنت طلع زال فلو مرسي يعني مقدرش أوصل لجواي مقدرش أبين أدئي بوردر لاين عنده التراب بذلك أنا في آخر علاجي آه حسيت بكل حاجة وآه النفيف الأول بس الحمد لله يعني الدنيا ظبطت وعدت فكرة العلاج النفسي دي مشكلة عند كتير من الناس في ثقافتهم ممكن حد يضطر بنفسان يقولك لا أودول شيخ أودول مش إنها عندها ثقافة الطبيب النفسي ما بالضبط طبعا الجانب بالدنيا بيه فريق جدا وفي فكرة حتة الجهل شوية لدى البعض بيرسخ مفاهيم تاني ما بالضبط هو عشان كده احنا عمنا توعية الناس مش فهمة أهمية الترابات النفسية أنا في الأول ما كانتش أهلي فهميني صحابي كان كله ضدي كان كله أنت غريبة أنت فيكي حاجة أنا نفسي مكنتش هفهمة نفسي أكتر حاجة كانت بينا عليك إيه؟ توطر توطر والعصبية مندفع جدا عكس طبيعتك قبل عكس طبيعتك أنا حتصحابي ليه ميشا إيه دي كفاية كفاية اندفاعي كفاية توطر وما فيش حاجة مستهلة فده كانت بينا علي كان فيه أسباب مباشرة؟ ولا تراكمات؟ تراكمات بصراحة حاجات من أنا صغيرة تراكمت واصلتني لده أنا مكنتش عارفة يعني أنا عرفت ده لما روحت أتعالج فأتعالج بزيت بعد فترة الكورونا إن إحنا عادنا كتير قوي في البيت فكان عندي أتعالج بأهلي أنا مش عارفة أنزل من غيرهم أنا كل منزل لأول الشارع يجي لي بانيك أتعالج بالدرجات دي أنا دروات قلبي سريعا أنا هموت خلاص مش قادرة فكان لا كان صعب دلوقتي الحمد لله دلوقتي بقيت تعايد طب قولي يا دكتور محمد بالنسبة